توجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى العاصمة التركية أنقره في زيارة هي الأولى له منذ توليه لمهام منصبه عام 2016 وذلك تلبية للدعوة التي تلقاها من الحكومة التركية وقال المتحدث باسم الأمين العام إنه من المنتظر أن تشهد الزيارة تباح وثئم على الجانب التركي حول الأوضاع المستعرة في المنطقة عموما وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بشكل خاص وذلك في ضوء الاهتمام الكبير الذي تحظى به من الطرفين وأضاف أنه من المتوقع أن يبحث الجانبان أيضا عددا من الموضوعات السياسية ومنها تعزيز العلاقات والتعاون بين الجامعة العربية وتركيا أخدا في الاعتبار دور ونشاط تركيا على الساحة الدولية وأيضا بالنظر للعلاقات المتميزة حاليا بين الجانبين في العديد من المجالات ومواقف تركيا الإيجابية إزاء القضية الفلسطينية وأوضح المتحدث أن أبو الغيت سيشارك في افتتاح الدورة الخامسة عشر لمنتدى التعاون الاقتصادي العربي التركي الذي سيعقد بعد غد الخميس في مدينة اسطنبول ترجمة نانسي قنقر